نروح لأخبارنا ونبدأ من منتخب مصر يعني خلينا نتكلم كان فيه مسحة النهاردة لكل لعيبة منتخب مصر للأسف محمد النني محمد النني ظهرت عليه أو ظهرت الكشف الطبي على النني بظهور عينة إيجابية عينة إيجابية للنني ده ظهر النهاردة من خلال ساعات بس بيعلن يعني إصابة النني بفيروس كورونا وبالتالي طبعا هيستبعد النني في المباراة التي تقام بكرا إن شاء الله ما بين مصر وتوجه طبعا تمنياتنا يمكن كان صلاح غاب عن المباراة الأولى طبعا بسبب إصابة كورونا النهاردة للأسف محمد النني بالكشف ومسحة إيجابية لفيروس كورونا نتمنى طبعا الشفاء لكل لعبتنا وسلامة كل اللاعبين ونني مش هيشارك بكرا في لقاء مصر وتوجه طبعا إحنا عارفين النهاردة الساعة الستة كان بتوقيت القاهرة إن الفريق بدأ يتمرن على الملعب الرئيسي الملعب الوطني في لومي اللي إن شاء الله هيستضيف المباراة بكرا إن شاء الله مع توجه ده ضمن طبعا الجولة الرابعة من منافساتنا في المجموعة السبعة في التصفيات المؤهلة نهايات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون المنتخب الوطني طبعا زي ما احنا عارفين المباراة الأولى كان نفاس فيها طبعا واحد سفري بهدف طبعا محمود الوينش ورفع رصيد منتخب مصر إلى خمس نقاط وزي ما احنا عارفين دلوقتي ترتيب المجموعة بشكل كبير جدا جزر القمر طبعا فاز على كينيا مبارح وبالتالي تصدر المجموعة بفارق ثلاث نقاط ويعني جزر القمر مصر خمس نقاط جزر القمر ثمان نقاط مصر خمس نقاط يليها كينيا نقطتين وتوجو نقطة واحدة واعتقد إن شاء الله بكرا مباراة كبيرة جدا إن شاء الله يخذها منتخبنا القومي ويفوز بيها ويكون قطع شوت طويل جدا أو شوت كبير إن شاء الله في الوصول لنهايات كأس الأمم الأفريقية في الكاميرو إن شاء الله سنة جاي يا ربي ربي السور الحضراتكم شايفانها دي من الملعب اللي إن شاء الله منتخبنا هيواجه فيها توجو ونهار دا كمان يمكن حضر استفير المصر في توجو حسام حسين كان معنا على التليفون مبارح وطمنا على البعثة طمنا على أحوال المناخ برضو إلى حد ما لحد دلوقتي ما فيش مطر ممكن ينزل فجأة بطريقة يعني شوية وبعدين يختفي شوية يعني الجو استوائي هناك طبعا المنتخب بيطمح أكد للفوز وعايز أقول لحضركم أنه كابتن حتى حسام البدري النهاردة بيجري زيان خلينا نقول تغيرات طفيفة يعني تغيرات طفيفة في التشكيل بعد ما غابوا نجمنا لاتنين النهاردة عامر السلية بيغيب محمد هاني عارفين السلية موقوف بسبب انبارين هاني اتكلمنا يمكن عنه مبارح وأول مبارح أنه تعرض لإصابة وهي ديت اللي هتبعده عن المباراة مباراة الأهل يوتوجو وفي النني دلوقتي ربنا يا ربي أقومه بالسلامة المسحة الإيجابية اللي ظهرت وصبته بكورونا فيروس فربنا يشفي وكمل شفاعة على خير اللي عرفنا من مصادرنا مع المنتخب أنه من المنتظر أنه أحمد توفيق يكون مكان محمد هاني المصاب وطارق حامد هيشارك معه في وسط الملعب يعني تقريبا يكون مع حمدي فاتحي بدل أنني دلوقتي آه يعني خلاص تبدل الموضوع بقى مع حمدي بدل أنني خلاص أنني بقى مستبعد بشكل نهائي النهاردة كمان تريزيجيه خبر مهم جدا كمان بقى بمناسبة أستون فيلا والنهاردة يمكن فيه طيارة خصصة طيارة خاصة لنجمانة الكبير محمود حسن تريزيجيه علشان تنقله من لومي بعد المطش بإذن الله بكرة علشان يلحق بفريقه في الدورة الإنجليزية وبعد طبعا ما يشارك بكرة إن شاء الله في المباراة اللي احنا يعني متوقعين فيها بإذن الله فوز منتخبنا في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة الكاس الأمم الأفريقية عشرين اتنين وعشرين اللي هكون في الكاميرون يمكن تريزيجيه في مباراة منتخب مصر شارك أمام توجو ودي زي ما قلنا يوم السبت اللي فات وعنده مباراة مهمة جدا يمكن برضو يوم السبت على ملعابه في البريم الليجة اه طبعا يعني احنا بنتكلم على قيمة كبيرة جدا تريزيجيه يعني تريزيجيه طبعا نجم كبير جدا وإرسال طيارة خاصة ليه علشان تاخده من توجو سريعا لإنجلترا ده بيدورنا على شيء أنه لعيب مهمة بالنسبة للفريق لعيب مهمة جدا تريزيجيه بيقدم من السنة الفات بيقدم موسم أكتر من رائع النهاردة ان شاء الله هو كل تركيزه أكيد مع منتخب مصر لكن نوع من أنواع الاحترافية ودايما بنبص للحاجات الإيجابية ونفسنا أن يوصل لهذه الدرجة من الاحترافية أنه لعيب مهمة بقدر تريزيجيه أنه نديب فيه فرق إمكانيات طبعا مالية لكن حتى اللعيب بيحس بقيمته ويحس بانتماؤه للنادي والدئين نادي يعني بيقف جنبه في مواقف كتير جدا فطبعا اللي إرحته وسلمته بشكل كبير جدا تريزيجيه هيستقل لطيارة خاصة إن شاء الله بعد ما يلعب المباراة بكرة عشان يلحق بفرقاته في البريمير ليج وزي ما بقول يعني هو ده الاحتراف بشكل أساسي أنك تدي اللعب قيمته وأن اللعيب يحس بقيمة النادي اللي بيلعب ليه وأن التعامل باحترافية بشكل كبير جدا والتقدير زي ما أنت بتقولي وتريزيجيه زي ما بقولك آه كلنا بنحب صلاح وصلاح عمل إنجازات كبيرة جدا لكن ما فيش شك إن كمان تريزيجيه ماشي على الطريق الصحيح وبيؤدي بشكل أكتر من رائع سواء مع أستون فيلا ولا حتى كمان مع المنتخب نارك المنتخب حاليا صحيح اشتركوا في القناة